بسم الله الرحمن الرحيم طلبة الأعزاء نستكمل في محاضرتنا هذه ما بدأناه في المحاضرة السابقة من استعراض في الصف أسكوا مايسيتس الفطريات الكيسية وقد نوهنا في حينها إلى أن هذا الصف يعتبر من الصفوف الكبيرة في تصنيف الفطريات وللتسهيل الفرعات الثنائية النهائية الثنائية للبودسفيرة بذلك مع المايكروسفيرة اللي أنا ممكن قطع هذا الاختلاف أو التصنيف ما بينهم التمييز في ما بينهم بعدد الأكياس أو قد تكون سفيراتيكا ويشابه في ذلك في نهاياته أو الأبندجز الزوائد تشبه بذلك الإراسفي إلا أنها تكون حاوية على كيس واحد فقط وبذلك يكون هذا مفتاح مبسط لعملية التصنيف هذه المجاميع الفطرية أو الرتب الفطرية أو وعائلة الإراسفيسي إلى أجناسها التي تعود إليها مجموعة الفطريات الكيسية ذات الأجسام التمارية المغلقة أيضا رتبة الإراسفالس لازمنا فيها حيث يمثل الفطر أوديوم الطور اللاجنسي الأنامورف لهذه المجموعة من الفطريات بينما تمثل الأجناس التي ذكرت سابقا الطور الجنسي التليومورف وزيادة في الإضاح فإنما ذكرناه من أجناس هي تمثل الطور الجنسي لهذه المجاميع من الفطريات في حين يمثل الطور أوديوم هو الطور اللاجنسي وكما سبقا ذكرنا أنه هذه الحالة قد نشاهدها في العديد من الفطريات التي اكتشف فيها الطور اللاجنسي وأعطيها له اسم خاص ومن ثم بعد فترة اكتشف الطور الجنسي لها وبذلك أعطيها اسم آخر يتلاءم مع موقع هذا الفطر ضمن التصنيف الذي يتيح له هذا الطور الجنسي الرتبة الثانية هي رتبة الإسفيرات حول الإسفيرياليس حيث يصعب وضع التصنيف عام لهذه المجموعة من الفطريات أو صفات عامة ممكن أنه تشترك مع بعضها وتندرج تحت هذه الصفات كثير من أفراد هذه الرتبة يعيش مترمم وبصورة عامة على مختلف الأوساط أو البعض منها قد يكون متطفلا من الأجناس المهمة لهذه الرتبة جنس الكيتوميوم وهذا الجنس يميز بأنه يعيش على الروث أو روث الحيوانات والجسم الثمرية يكون ذوائد شكلية مميزة كويلد وتعرف بالسيتا مثل ما نشاهد هذا البريتيسيوم وهذه مجموعة الزوائد التي تكون بشكل لوالب حلزونية وتعرف بالسيتا ما يميز هذا الجنس أنه أنواع أنواعه قد تكون لها قدرة كبيرة على تحليل السيلولوز وهنا تكمن خطورة هذا الفطر على صناعات عديدة جدا منها صناعات الورق والأقل أيضا الجنس نيراسبورا اللي هو أحد الأجناس الهامة اللي يستخدمها العلماء عادة في دراسة نواحي مختلفة للفطريات ومنها النواحي الوراثية ويعرف طورة الكونيدي الناقص مونيلا سيتوفالا فيليا عفوا مونيلا سيتوفيليا ويسمى أفن الخبز الأحمر تفريقا عن الخبز أو أفن الخبز الريزوباس الاعتياد المعروف لذلك يسمى أفن الخبز الأحمر وذلك بسبب نموه السريع على منتجات الخبز وما يسببه من أضرار جسيمة بسبب سرعة انتشارة أيضا من الأجناس المهمة جدا جنس النكتيريا اللي هو واحد من الفطريات الشهيرة في ضمن هذه المجموعة رتبة الاسفيرياليس والفطر بالذات فطر النكتيريا سينابريانا اللي هاجم أخصان الأشجار بداية بشورة رممية وفي أشجار القمثرة والتفاح والمشمش وبعد ذلك ينفذ إلى الأنسجة الحية ماذا نعني أنه يهاجم أخصان الأشجار بداية بشورة ترمم أي أنه يبدأ في بداية الأمر يترمم هذا الفطر على ما موجود على أسطح هذه الأشجار من مواد عضوية متبقية وغيرها الهانيديو الدوات العسلية اللي قد تتكون من ثم يبدأ بعد أن يؤسس لنفسه كمية جيدة من الغزل الفطري يبدأ في غزو الأنسجة الداخلية الحية لهذه الأشجار ويسبب بعد ذلك انسداد العوعية العائل وبالتالي هذه الحالة تسبب ما يسمى بالقوموسيز اللي هو خروج الصمغ أو تكون الأصماق على الأشجار جنس الزيلارية وهذا من الأجسام الثمرية اللي كون أجسام ثمرية داخل حشية ثمرية اللي نسميها سترامان وأطلق عليه تسمية قد تكون قاسية نوعا ما هي أصابع الموتى كما نراه في الشكل المجاور اللي هي تشبه في شكلها تشبه في شكلها الأصابع لذلك أطلق عليها أصابع الموتى وغالبا هذه الأجسام الثمرية تنمو بعد نموها على الأخشاب وتنبثق من طبقة اللحاء أيضا من رتبة بالسفيرياليس تضم فطر آخر مهم جدا اللي هو فطر مرض الأيرغوت اللي ما يسمى فطر على العموم هذا الفطر يسبب مرض الأيرغوت لنباتات القمح والشعير والشوفان وغيرها من النباتات النباتات الحبوب ما يميز هذا الفطر هو تكوين الأجسام الحجرية وهذه الأجسام الحجرية اللي هي تقوم مقام الحبة اللي موجودة في السنبلة أي بعد إصابة الفطر لهذه الحبات الموجودة في السنبلة يبدأ يستنفذ المادة الغذائية مادة النشوية الموجودة في الحبات بمجامع كبيرة من الخيوط الفطرية التي تندمج مع بعضها وتترابط لتكون ما يسمى بالجسم الحجري السكلوروشيوم هذه الأجسام الحجرية الحقيقة تحتوي على مواد قلويدية تحدث تأثير سام جدا إذا خالطت غذاء الإنسان أو الحيوان وقد لوحظ كثير من الإسقاطات للحيوانات غالبا بعد تغذيتها على مزارع تكون مبوعة ومصابة بهذه الأجسام الحجرية إذن هذا الأجسام الحجرية أثناء عمليات حصد المحصول تبدي تساقط على التربة ومع التبن أو الهي التي تستخدم الحيوانات في عملية الأعلاق تستهلك هذه الأجسام الحجرية وبالتالي هذه الأجسام الحجرية تكون نوع من التقلصات للعضلات الملساء ولذلك هذه الأجسام الحجرية تؤدي إلى نوع من الأمراض الأخرى اللي هي النكروسيز بسبب أن هذه التقلصات تسد أو تقطع وصول الدم وجريان الدم إلى مناطق الأنسجة وبعض الأنسجة وبالتالي تؤدي إلى موت هذه الأنسجة وتكون النكروسيز إضافة إلى ذلك تؤدي إلى تقلصات في رحم هذه الحيوانات ثم يؤدي إلى حدوث هذه الأسقاطات الأخرى للتسمم هي الضعف العام القي صداء وقد تؤدي إلى الوفاة كما يؤدي إلى الإجهاد للحوامل على العموم شوف هذه الفطريات تستفيد من هذه الناحية السامة اللي موجودة فيها في عملية استخراج أو استخلاص بعض العقاقير التي تساعد على عملية تسهيل الولادات العسرة عند الإنسان لأنها تساعد في عملية القباض العضلات الملساة ولذلك أصبح من المعروف زراعة مساحات واسعة وإصابتها بهذه الحبوب وإصابتها بهذا الفطر وحصاد هذه الأحجار أو عفوا الأجسام الحجرية السكلوروشيا واستخراج المادة الغارية منها عندما تصل هذه الأجسام الحجر إلى التربة طبعا هذه ما فائدتها بالنسبة للفطر نلاحظ أنه هذه عندما تصل إلى التربة وبعد وصول الرطوبة إلى درجة معينة من الرطوبة الكافية تبدأ هذه الخيوط الفطرية الموجودة هنا بالإنبات مرة ثانية مكونة ما يسمى بالحشوة الثمرية سترومة هذه السترومة وهذه الرؤوس المنتفقة لتحمل على حوام الخاصة تحوي في داخلها أجسام ثمرية كيسية قارورية الشكل فيريثيسية وهذه تكون مملوئة بالأكياس أو بالثمار الكيسية بالأكياس والتي في داخلها توجد الأسبورات الكيسية التي تنتشر بعد ذلك وتؤدي إلى عملية الإنبات وتكوين مستعمرات جديدة دورة حياة أو مخطط مبسط لدورة حياة الكلافي سيب سبيوربرا التي تبدأ في تكوين الجسم الحجري ومن ثم الإنبات وتكوين في الموسم الجديد في الربيع تبدأ تكوين هذه الحشوات الثمرية التي قلنا موجود في داخلها كثير من البيريتيسيات وهذا مقطع مكبر يبقى لك شكل البيريتيسية الإجسام القارورية التي تكون مبدد مطمورة في داخل هذا الرأس الحشوة الثمرية ومن ثم تنطلق هذه الأكياس التي في داخلها تنطلق من عندها لأسكو سبورز وبالتالي تصير انتشارها مع الهواء لتصيب أثناء عملية تزهير المحاصيل الحبوب الشاودار والشوفان والحنطة وغيرها تصيب الأزهار ومن ثم تبدأ بالنمو هذه تستعمر منطقة الجنين في هذه المجموعة من الفطريات ومن ثم تبدأ من نمو وتكوين الهائفات الموجودة في داخل هذه الثمار وبعد ذلك تكون ما يسمى بالهوند يو إكسود كون الأفرازات الندوات العسلية من السنابل المصابة إلى أن يبدأ في تكوين الأجسام الحجرية التي سبق أن ذكرناها هذا الأجسام الحجرية بعد ذلك تسقط في مرحلة الحصات في نهاية موسم النبات التي في الشتاء وتبقى سابتة أو دورمنت في التربة إلى الموسم الربيع أدما تتحسن الظروف وتتوفر الرطوبة الكافية للإنباك وهكذا تبدأ بعادة دورة جديدة مرة ثانية نلاحظ أن هناك دورة قصيرة أن هذه المجموعة من الفطريات التي تتكون هنا وتكون هذه ممكن أنه تنتشر وتصيب سنابل جديدة مرة أخرى ولذلك هذا الطور يعتبر من أخطر الأطوار في دورة حياة هذا الفطر تعود أهمية الطبية للأرغوت مثل ما ذكرنا إلى مادة الأرغومترين التي تكون سريعة الذوبان في الماء وهذا هو شكل مقابل غير مطلوب للحفظ وإنما للطلاع الذي يمثل الأرغوت هذا مثل ما ذكرنا يسبب من قبال سريع للعضلات اللا إرادية في الرحم وذلك يستخدم لإعطاء للحوامل ذات الولادات العسرة والمتعثرة لتسهيل عملية الولادة أيضا من المركبات التي تستخرج من الأجسام الحجرية الأرغوتامين والأرغوتوكسين والأرغونافين وأيضا لها تأثيرات مشابهة للأرغومترين ولكن أبطأ تأثيرا وأبطأ مفعولا وأطول مفعولا هذه الصور تمثل عملية القانقرين التي تحدث في أطراف الأصابع للأناس استهلكوا هذه الأجسام الحجرية مع الطعام ونلاحظ أن هذه المادة معروفة منذ زمن بعيد وعملية تحضيرها كانت تعد بطرق بسيطة جدا ننتقل إلى سلسلة أخرى من السلاسل الفطرية لمجموعة الفطريات الخصبة ذات الأجسام التمرية القرصية التي تطلق عليها الديسكو ماي سيتس وما يميز هذه المجموعة أنها تكون أو تنتج الفطريات التي تنترج تحتها ثمار كيسية من نوع الديسكو ماي سيتس من نوع الأبوثيسيوم أي ثمار كأسية ومنها ما يكون تأخذ لذلك أشكال عديدة جدا منها ما يكون قرصي منها ما يأخذ شكل السرج يشبه الاسفنجة كما في كثير من هذه الانواع الفطريات التي غالبا تكون مثل المورتشلة أو السرج مثل الحلفلة التي تكون ذات طعم مستساغ وغالية الأثمان المميز المميز هذه المجموعة أنه الأكياس الزقية أو الثمار الكيسية تكون معرضة مباشرة للخارج مثل ما نشاهد تكون هنا الأكياس معرضة إلى الخارج إلى الظروف البيئية وبالتالي عملية إطلاق الإسبوارات مباشرة تكون إلى البيئة غالبية هذه الأفراد تكون مترممة إلا أن البعض من أدها قد يكون متطفل أو يدخل في علاقات تكافلية مع الطحالب وقلة من أدها توجد بحالة تكافلية مع النباتات ومؤلفة ما يسمى بالمايكرو رائز علاقة جذر في أسطحة أو عدم وجود هذا الغطاء تشكل صفة تصنيفية مهمة جدا تقسم هذه الفطريات إلى رتب طبعا حسب موقعها على أو أسفل سطح التربة سهل عملية تصنيف هذه المجامية أو المجموعة الـ الـ مجموعتين مجموعة الـ الـ التي تكون فوق سطح التربة ومقسمة بحسب وجود الأغطية للأكياس أو عدم وجودها إلى غير غطائية أي لا تحتوي الأكياس على أغطية وسبق أن ذكرنا هذه الأغطية وطريقة تكوينها أو اتصالها وعدم اتصالها ويندرج تحت هذه المجموعة أوردر واحد اللي هو هليوشيالس هليوشيالس الذي يحوي عائلة واحدة هي سكلوروتينيسي المجموعة الأخرى اللي تتندرج تحت مجموعة الـ 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 اللي هي الفطريات القرصية الغطائية اللي تحوي حقيقة أوردر يعني الأوردر بيزيزيالس اللي يحوي فاميلي تو فاميلي فاميليز اللي هي بيزيزياسي والمورش الليسي ويحوي أوردر آخر هو الأسترو فالس هذه هي مجموعة اللي تكون فيها الفطريات تكون فيها ثمار كيسية فوق التربة أما المجموعة الأخرى اللي هي تكون ثمار كيسية تحت التربة الـ هيبواجين ديسكو مايسيس فتحوي رتبة واحدة فقط اللي هي تيوبراليس اللي هو فاميلي واحد يحوي على عائلة واحدة هي تيوبراليسي اللي هي عائلة الكمع نتناول الأوردر الأول اللي هو الهيلو شالس اللي غالبية أفراد تكون ذات أجسام ثمارية قرصية أو كأسية فوق التربة مثل ما نشاهد في الصور المجاورة تكون ثمار هذا مقطع أراضي في الأبوتيسيوم أو ثمار الكيسي اللي تكون مثل هذه الفطريات والتي تكون غالبا هذه المجموعة مثل ما نشاهد متطفلة على عدد من النباتات أو قد تكون كما في السكلورتيني سكلوراشوم تنتج من أجسام حجرية هذه الأجسام القرصية الشكل على العموم أكياس المنتجة غير حاوية على أغطية لذلك هي سبوراتها المنتجة يأما تكون كروية بيضوية في الغالب ونادرا ما تكون خيطية الشكل بالمناسبة بالتذكير الكلافيزيبس يكون أكياس متطاولة تكون في داخلها سبورات هذه السبورات هي ليست كروية أو بيضوية أنما تكون خيطية ما يميزها أنه تكون خيطية مقسمة إلى عدد من الخلايا فأتنا أن نذكر ذلك عندما ذكرنا الفطر كلافيزيبس بيوربرا لذلك وجبت تنويه عن هذا الأمر الفاميلي سكلورتنيسي هذه العائلة غالبا متطفلة عن نباتات والجسم الثبري ينشأ من جسم حجري ومن ثم يطلق سبورات اللي تسقط على النباتات وبالتالي تبدأ عملية المبات ومن ثم التطفل السبور الكيسي يكون شفاف وحيد الخلية بيضوي الشكل أما الطور الجنسي فيمتاز بأنه يكون سبورات غالبا هذه سبورات تحمل على حوام القصيرة بشكل سلاسل متفرعة مثل الفطر السكلوروشيوم سكلورتينيا سكلوروشيوم الفطري اللي يكون حاوي على السبورات الكيسية في داخله هذه الفطريات تحوي أجسام ثمرية حقيقة هذه الأجسام الثمرية قد تكون كبيرة يصل في قطرها ويصل حجمها ما بين 4 إلى 5 إنج وممكن رأيتها بالعين المجردة كما في مجموعة البزيزالس أو البزيزيسي اللي تنتج الفطر بزيزة أو قد يكون قطرها أقل من 1 ملم ما يميز أيضا هذه المجموعة أنه أجسامها ثمرية ذات ألوان زاهية صفراء إلى بنية أو سوداء أو البعض منها قد يكون صالح للأكل والقليل منها سام في مؤظمها هي رمية المعيشة تعتاش على الأخشاب والنباتات الميتة أو في التربة العائلة بزيزيسي هي اللي تعود إلى الأردر بزيزالس اللي يمثلها الجنس بزيزة واللي غالبا شوف يتميز بأنه لا يحوي على ساق أو مضلة ويكون مشابه للقرص أيضا ما يميز أنه يتراء للناظر من بعيد وكأنها قشود برتقال مشمورة أو مرمية على الأرض وعادة بسبب الألوان الزاهية التي موجودة على سطح هذا الجسم الثمري عادة لأجسام الثمرية تكون صغيرة بلون أبيض أو بالنفاتة وقد تكون باللون البرتقالي أو قد تكون كبيرة مثل ما ذكرناها في البزيزيسي الفاميلي الثاني والمورتش الليسي وهذه غالبا انتمارها كبيرة الحجم وتشمل فطريات صالحة لأكل وغالبا تكون ذات ساق سميكة ويحمل عليها مضلة متموجة تشبه في مظهر الاسفنجي هذه اللي نراها في الصورة المجاورة اللي تشبه المظهر الاسفنجي لاحظ انه كل وحدة من هذه التراكيب هي ثمرة قرصية ديسكو من نوع الأبوتيسيوم عفوا من نوع الأبوتيسيوم اللي تكون مبطنة بطبقة خصيبة تحمل الأكياس وتطلق سبوراتها إلى البيئة الأكياس تكون عادة طويلة وتمتلئ بثمان سبورات كيسية وتوجد فيما بينها خيوط عقيمة لعملية تثبيت هذه الأكياس على العموم هذا الفطر من الفطريات الغالية الثمن وقبل فترة شوهد أو تم اكتشاف وجوده في منطقة كلار ومنطقة المنطقة الشمالية رتبة الكمع الرتبة الأخيرة لالأوردر تيوبراليس اللي ضم أكثر من 140 نوع غالبا والكمع ليس بغريب عن طلبتنا الأعزاء أو عن مجتمعنا العراقي لأنه من أهم الفطريات المأكولة أهم ما يميز هذه الرتبة أن الجسم الثمري يكون مدفون داخل التربة أو تحت سطح التربة معظم معظم هذه الفطريات تشكل علاقات جذر فطر مع بعض النباتات الراقية وكثير من هذه الرتبة أنواع هذه الرتبة يكون صالح صالحة للأكل وغالبا نموها يكون ما بين 10 إلى 30 سنتمتر تحت سطح الدربة عند النضج تبدأ تخرج هذه الثمار رائحة قوية مما يجذب لها كثير من القوارض والحيوانات التي تبدأ بأكل هذه الثمار الزقي ومن ثم تبدأ بنشر سبوراتها مع مخلفات هذه الحيوانات لتستعمر مناطق شديدة الزمحة إلى واحدة التي هي تيبريسي ومن الأجناس الممثلة لهذه العائلة هي الأجناس البيكوا والترفيزية والتيوبر صور أو أشكال تمثل أنواع الكماء والتيوبر المتعارف عليه في مناطق نا والترفيزية لمن لم يشاهد الكماء سابقة دورة حياة فطريات الكماء هذه تبدأ عادة كما في كل دورة حياة فطر بإنباط الإسبورات الكيسية ولكن ما يميز هذه المجموعة أن أسبورات الكيسية تنبت وهي داخل أكياسها لا زالت في داخل أكياسها وهذه صفة تميزها عن بقية النوع الفطريات أو بالأخص فطريات رتبتها ولكن هذا لا يمنع أن أحيانا تنبت بعد انطلاقها من أكياسها قدما ينبت الاسبور يظهر من عنده أنبوب أنبات واحد أو اثنين في بعض الأحيان ومن أي مكان من الجرثومة أو الاسبور يتطور أنبوب الأنبات جرمي تيوب بعد نموه وتشعبه ليكون غزل الفطري أولي وهذه الكتلة تعد الكتلة الأولية التي تتكون بعد انبات الاسبور في داخل هذه الكتلة تبدأ الخيوط الفطرية بالالتحامات مع بعض مكونة التزاوجات المختلفة من الغزل الفطري ثم بعد ذلك تكون الغزل الفطري السكندري مايسيليام غزل الفطري الثانوي الذي تشكل هذا الذي سيدخل في علاقة تكافلية مع جذور النباتات بعض أنواع النباتات وليس كلها بعض النباتات المجاورة لها وبالتالي هذه عملية التكافل ستستمر حتى مرحلة إثمار الفطر ونموه لذلك بعض الباحثين عن هذا الفطر أو هذا الكماء يتعرفون عليه من خلال وجود أنواع من النباتات التي تشير إلى وجود هذا الكماء في المنطقة عند نضج الإسبورات الكيسية داخل الثمار ستنبت عن توفر الظروف الملائمة لتبدأ دورة حياة ترجمة نانسي قنقر